السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت منا باش تكونوا بألف خير كما العدا أصدقائي بزاف ديالنا سولوني على الفيديو اللي جربت فيها آلة تنظيف الأسنان سمحوا لي تعطلت ما حتى تلكمش كما قلت لكم من قبل انا هاد الآلة اخذتها على حسب الوليد ديالي الصغير عنده واحد بكتيريا في الأسنان دياله ماشي تسوس ولكن بكتيريا عنده دائرة له مع سنينته فصراحة ما عرفت شن المشكل ديالها وما عرفت شن هو العلاج ديالها دكشي علاش فكرت أنني نجرب هاد الآلة اللي كدسو البكتيريات الأسنان وقلت أنني أنجربها وقلت أنني نجربها في الأسنان ديالولدي حيث فصراحة ما بغيتش نديه لطبيب الأسنان هو مزا صغير وكما كتشوفوا معايا دابا أنا كنجربها في سنينته دياله كنحاول أنني نحق ذلك التسوس ولكن ما توفقتش في أنني ناخد الرأس المناسب لإزالة البكتيريا فهذا الرأس اللي أنا استعملته فصراحة هو صالح الإسفرار الأسنان كتشفت هذا شيء بعد ما استعملته وما قدرش أنه يزول لي ذلك البكتيريات اللي كتشوفوا هذا الرأس اللي هو مصطح الشكل دياله كما قلت لكم فهو الإسفرار الأسنان يا راكم عارفين أننا نحن كنت نقول الآلة ومثلا نقرأوش الكاتالوب ديالها مثلا نقرأوش دليل استخدام ذلك شيء علاش كمقاون نجربو نجربو حتى نطيحو في الحاجة الصحيحة فصراحة كان الوليد ما تيخلينيش نحكله السنيناته مزيان كما كتشوفوا معايا هذا هو الرأس المناسب لإزالة البكتيريا ماشي الرأس الأول اللي أنا كنت مستعمله بعد مدة في الاستيامل للرأس الأول ما لقيت حتاش لنتجا عاد فكرت أنه نغير الرأس ودرت نفوء الثاني أو درجة الاهتزاز الثانية كما كتشوفوا معايا هذا هو الرأس الخاص لإزالة البكتيريا كما قلنا خاص ضروري شوية ديال الصبر يعني مشي غير كتحك النوبة اللولة رتيزول خاصك تحك وتعاود وتعاود باش ديالك البكتيريا كتقدر أنك تهدم لها النمو ديالها كما كتشوفوا معايا الوليد مزا صغير كيتزعزع بالساف ما كيخلينيش نخدم لهم زيان ورا ما خلانيش نكمل تصوير راني صورت ليكم جوزء صغير فقط بالصراحة قبل الاستعمال كانت عندو البكتيريا في هاد أسنان الأمامية بزاف ومن بعد ما قمت بالحك ديالها غير شوية راه تغيير اللون ديال الأسنان ما بقاتش ديك ديك الكحولية كتيرة فهي نقصت والصراحة راه فاش خلاني حكيتلو الأسنان دياله مزيان والصراحة ما بقاتش عندو نهائيا غير أنا جاتني صعيبة أنني نختم الدروس اللي عندو الداخل وهم اللي جاوني صعاب أما الأسنان اللي قد تمين كيما كتشوفو فاش بقيت كان حك بقاتش كتزول غير هو واحد الحاجة خاص بعد ما تحكو بها الأسنان ديالكم هذه الآلة خاص ضروري أنكم تواضبو على غسل الأسنان واحد ثلاثة المرات في اليوم غير غير بعد ذاك الفترة اللي غتزولو فيها البكتيريا مراهب واحد العشر أيام أنكم تقتلو واحد ثلاث مرات في اليوم كيلي كيغسل جوج مرات على حسب كل واحد باش كتمنعو ذاك البكتيريا باش أنها ما توليش تنمو وتوليد تكاتر يعني كتحاولو أنكم تقتلو حسى ذاك الجزيئات صغيرة اللي هي ما كتكونش باينة بالعين المجردة كيما كاتشوفو معايا أنا رازت خدمت له سنيناتو وخاهو بايرا ما كنش يبغي الحاجة الوحيدة اللي اكتشفت مبعد الاستعمال دهاد الآلة راكم عارفة الوليدات الصغار ما تنقدروش نغسلو لهم ثلاثة المرات في النهار اكتشفت أنه ضروري تغسل حتى ثلاثة المرات في النهار باش ما توليش ترجع ذاك البكتيريا حيث من بعد فاش كتحكو بهذا الآلة فالأسنان ترجعو حورش يعني تتقدر أن البكتيريا تكاتر عليهم إلى ما غسلتوش الأسنان يعني ضروري من غسل الأسنان بشكل منتظم باش تقدرو أنكم تقتلو هاد البكتيريا ومتوليش ترجع لا هي ولا صفرار الأسنان ولا التسوس أصدقائي كنشكركم بزفع المتابعة ديالكم كنتمنى أنني نكون حتى لكم الفيديو اللي انتم ما تسنيتوه شكرا جزيلا للناس اللي متابعني في القناة والناس اللي أول مرة كتشاهد لي فيديو ديالي كنتمنى أنكم ما تبخلوش علي بالاشتراك خليوا لي تعليق ديالكم غادي نجاوبكم كاملين ما تنسوش تضغطو على جيم وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى وإلى اللقاء أصدقائي في فيديو لاحق إن شاء الله